موسيقى عموما نأخذ تفاصيل أوفة حول تطورات الأسواق العالمية رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب ينضم إليه أهلا بك معنا رائد أهلا بك وخليني أبدأ بأسعار النفط اللي عم نشوفه دون مستوياتي الأربعين دولار اليوم يعني إلى جانب الاجتماع المرتقب 17 سبتمبر لدينا العواصف اللي عم نشوفه أيضا بخليج المكسيك إلى أي مدى ممكن تضغط على الأسعار وكذلك عودة النفط الليبي إذا ما عادت تشغيل الموانئ من جديد كما استمعنا إلى بعض التصريحات الحكومية بلا شك النفط يواجه ضغطا كبيرا بالاتجاه الهابط وهذا الضغط مرده الأساسي إلى ارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية وإلى وجود نوع من أيضا نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من النقاط التي تشير إلى تراجع محتمل في الطلب في ظل وفرة في المعروض وقد تزداد أكثر أولا مع تخارجنا من العصير نوعا ما بدأت تأثير يخف تدريجيا أو وصلنا الذروة من المتوقع أن يزداد المنتوجة أو المعروض النفطي بعدها إضافة في أن نقطة مهمة جدا وهي أساسا الطلب يتضرر من ارتفاع كبير وصلنا يوم أمس إلى أعلى عدد وفيات على الإطلاق في العالم بسبب ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بفيروس كورونا هذه تعتبر عبء إضافي يضاف على كاهل الطلب المتراجع على أسعار النفط وبالتالي أسعار النفط لم تنهار أسعار النفط تتراجع دون مساعدة إلى 40 دولار للبرميل وأعتقد الفير برايس عند هذه المستويات ممكن يكون أدنى من ذلك عند 35 دولار للبرميل ولكن أوبيك بلس كان لها عامل مهم جدا في تحقيق استقرار أسعار النفط قرابة هذه المستويات على الرغم أنه يعني الواقع لا يعكس حقيقة هذا الطلب المتقدم نعم أعود للأسواق الأمريكية يعني ورأينا بعض البيانات الاقتصادية حول مستويات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات يمكن رائد يعني كيف قرأت الأسواق هذه البيانات وأيضا لماذا نرى هذا الارتفاع بالدولار هل هو مرتبط بإيجابية هذه البيانات وهل سيستمر لفترة طويلة برأيك بالصعود أبدا الارتفاع في البيانات ارتفاع في مستويات التضخم إلى 1.3% التضخم الذي كان يعاني عند 10% تقريبا مع بداية أزمة كورونا واضطرار الفيدرال الأمريكي إلى التوجه نحو تسهيل السياسة النقدية بشكل كبير سبب هذا الارتفاع الحاد في مستويات التضخم العملية عملية مهمة جدا منذ أن ذكر الفيدرال الأمريكي أنه يستهدف مرونة نوعا ما في استهداف متوسط للإنفليشن أو للتضخم إذن هو فتح المجال لإمكانية ارتفاع مستويات التضخم فوق المستويات المستهدفة وقد يصل إلى مستويات 3.1% على القراءات الربعية إلى السنوية ولكن ما ننظر إليه حاليا هذا الارتفاع إلى 1.3% هو عبارة عن إشارة هل التضخم يخرج عن السيطرة بالنسبة للفيدرال الأمريكي خلال الفترة القادمة وهنا نقطة مهمة جدا الفترة القادمة قد نحتاج سنة أو سنتين حتى نجد التضخم يخرج عن السيطرة وطبعا الفيدرال لن يكون مكتوفة ليدين ممكن أن يقوم بإجراءات هذه الإجراءات تكون عدوة للتعافي الاقتصادي لأن الإجراءات هي متمثلة بتشديد السياسة النقدية وإمكانية تقليل برامج التيسير النقدية في حين تتوقع الأسواق أن يبالغ الفيدرال الأمريكي بمزيد من برامج التيسير خلال الفترة القادمة وممكن أن يضغط على إسعار الفائدة حتى في المنطقة السلبية وإن ظر ذلك بمستويات التضخم ولكنه سيساعد على تحقيق مارجن أو هامش للتعافي قبل أن يتجه إلى إجراءات تشددية تمنع الهايبر انفليشن أو ما يسمى بالتضخم الجامحة الخارج عن السيطرة نعم لكن يبدو بأن السياسات عم تتشابه الآن ما بين الاحتياط الفيدرالي وما سمعنا من كريستين لغارد مع نهاية الأسبوع رائد حول عدم التدخل ربما بمستويات التضخم من السياسات النقدية هل هذا ما زال يعطينا أي إشارات أنه ما زال المستثمر عم باتجه للملاذات الآمنة خلال هذه الفترة وإحنا شايفين الدهب عم يتداول عن مستويات الألف وتسعمائة لكن ما دون الألفين دولار إلى أي مدى الألف وتسعمائة بات دعم نفسي مهم بالنسبة للمستثمر بلا شك إذا تحدثت عن كريستين لغارد وباقي البنوك المركزية فهي تتبع خطوات الفيدرالي الأمريكي وإن كان على سبيل المثال المركزي الأوروبي قد أفرط باستخدام الأدوات التحفيزية حتى من قبل الأزمة الاقتصادية ولكن أعتقد ما يحتاجونه هو مرتبط بالسياسات المالية وتخفيضات ضرائب أكثر من أي توجهات من قبل البنوك المركزية ولكن البنوك المركزية حول العالم هي متجهة إلى سياسات تحفيزية وتيسيرية بشكل كبير وبلا شك تلك سيدعم أسعار الذهب لمزيد من الارتفاعات لكن ما نراه الآن هو وجود الفرصة البديلة بالنسبة للمستثمر وارتفاعات في قطاعات معينة أو في أسهم معينة بالنسبة للمستثمرين تغذي الرغبة بالمخاطرة بالتالي تراجع الطلب تدريجي أو بشكل طفيف على أسعار الذهب وأيضا على جهة أخرى ارتفاعات الدولار الأمريكي بعد سلسلة الهبوط القوية وأيضا التوقعات أو انتظار المزيد من الفدرال الأمريكي ممكن أن يضغط فعليا على الدولار الأمريكي بالارتفاع ولكن مصير الدولار الأمريكي بنتيجة اليو شيب ريكوفري أو المنحنة على شكل يو الذي قد يمتد فترة طويلة للتعافي الاقتصادي قد يضغط على الدولار الأمريكي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وقد يسبب توازن أسعار الذهب فوق الـ 1200 دولار للأنصة دون أن يكون هناك توجه حقيقي نحو الملاذات الآمنة ولكن بفعل ارتراجعات في الدولار الأمريكي وفي العملات إجمالا بسبب السياسات التحفيزية أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأيوكيتي جروب على كل هذه التفاصيل كنت معنا من دولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة